يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد لو أول مرة بتزوروا القناة بتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد فيديو اليوم إن شاء الله رح نحضر وجبة غدا كثير مميزة تغيير عن الوجبات العادية رح نعمل الصفيحة باللحم رح نعملها بالبندورة طبعا خلطة كثير مميزة وشهية وعجينة هشة وخفيفة شوفوا كيف العجينة طالعة معانا ما شاء الله نافشة مثل الإسفنش وخفيفة واللحمة عليها متماسكة زي ما أنتوا شايفين ما شاء الله والطعام كثير روعة خليكم معنا لتشوفوا طريقة التحضير رح أستخدم في الكوب المعياري أو أي كوب عندك هاي المكونات اللي هي عندنا الماء كوب من الماء الخميرة والسكر وربع ملعقة من الملح وعندنا ملعقتين من اللبان ثلاث ملاعق من الزيت ولتحين رح أستخدم هون حوض العجانة كوب من الماء الفاتر ضفت له ملعقة خميرة وملعقة سكر بضيف عليهم ملعقتين من اللبان الرايب ورح أضيف عليهم ثلاث ملاعق من الزيت هون الزيت ممكن تضيف زيت زيتون أو زيت نباتي مش مشكلة يعني نفس النتيجة رح أقلبهم مع بعض لحتى ما تتفاعل الخميرة مع السكر نستنى عليهم قبل ما نضيف لتحين أسهل العجينة ممكن تحضروها ممكن هاي العجينة كمان تحضروها باستخدام الإيد بدون عجانة هلأ رح نضيف بنفس الكوب اللي استخدمنا في الماء الفاتر رح نضيف ثلاث أكواب من لتحين ممكن تحتاجي من ثلاثة لأربع أكواب يعني ثلاثة ونص ثلاثة وربع حسب نوع لتحين طبعا بختلف من تحين لتحين أنا هون رح أضيف ثلاث أكواب ورح أشوف كيف رح تطلع معي العجينة رح أقلبهم شوي باستخدام شبك العجين على سرعة بطيئة لمتوسطة لحتى ما تتجمع العجينة وتتشكل وتأخذ القوام هلأ في آخر المرحلة بضيف عليها ربع ملعقة من الملح وهيك صارت العجينة عندنا جاهزة زي ما أنتم ملاحظين ما أخذت وقت اتشكلت عندي عجينة ناعمة بكل سهولة وسرعة ولو استخدمتي برضو العجين بالإيد رح تعطيكي نفس النتيجة بس ممكن تأخذ منك وقت إضافي شوفوا المقدار اللي أنا عملته إذا أنتم تعملوا كمية أكبر ممكن تضاعفوا المقدار لكن المقدار اللي عندي استخدمتله بالحشوة نس كيلو لحمة طبعا هود أعطاني كمية منيحة هلأ العجينة رح أحط لها مسحة من الزيت الزيتون أو زيت نباتي ورح أغلفها واغطيها لمدة أقل إشين الساعة لحتى ما ترتفع أو تضاعف حجمها لو نيجي لها الحشوة وعندنا هون نس كيلو لحمة سادة طبعا لحمة عجل هون أنا استخدمت رح أضيف عليها إبهار اللحمة طبعا والبابركة فلفل أسود وملاحم وهون رح أضيف ملعقة لبن لملعقتين هاي كتير مهمة وضرورية ما تستغلوا عنها تعطي تراول اللحمة كتير وطعم مميز هلأ بنقلب اللحمة مع المكونات اللي ضفناها وبنعجنها وبنتركها على جنب لنحضر الإضافة الثانية من الخضار اللي رح تنكه اللحمة وتعطيها النكهة المميزة رح أستخدم هون المحضرة رح أضيف فيها من الفلفل الحلو طبعا شرحها زي ما أنتوا شايفين أي لون من ألوان الفلفل أنا هون استخدمت الأحمر ونص دم من البقدونس عندي هون حبتين من البندورة زي ما أنتوا شايفين لونها حمراء كثير لإني أنا بدي أخذ كمان اللون حتى يعزز لون اللحمة وبالنسبة للفلفل الحار كيف ما بتحبوا طبعا الحار بتضيفه وهون كمان رح أضيف البصل والتوم ورح أضيف يعني ورقتين من النعنع الأخضر حتى تعطي نكها منضيف أكم سن من التوم وحبة كبيرة من البصل منضربهم باستخدام المحضرة الكهربائية زي ما أنتوا شايفين لحتى ما تنعم كل الخضار وهون كمان ممكن تفرم الخضار باستخدام اللوح اليدوي طبعا شوفوا كيف طلعت معاي الخضار ناعمة هلأ طبيعي إنه هاي الخضار تطلع منها سوائل مفروض فينا نصف الخضار من السوائل على الأقل بصورة بسيطة حتى ما تحتفظ اللحمة بالسوائل وتنزل على العجين وتخرب العجين عند الخبز طيب هلأ هيك رح نصفي منهم جزء من السوائل اللي فيها باستخدام مسفاي ناعمة شوفوا مباشرة نزلة السوائل طبعا رح يضل في الخضار سوائل لكن لازم نتخلص ضروري من جزء منها زي ما أنتوا شايفين هلأ بنضيف الخضار اللي طلع معي على اللحمة وبنحاول إننا نعجنهم لنشكل خليط متجانس زي ما أنتوا شايفين وعجينة متماسكة حتى تكون ملتصقة على العجين اللي حضرنا إن شاء الله ريحة اللحمة بهاي الخلطة كتير بتشاهي ومميزة بتمنى إنها تجربوا هاي الوصفة إن شاء الله إنها بتعجبكم وممكن هاي الوصفة برضا تعملوها للعرايس اللي هي الخبز اللي بنحشي باللحمة بدون منعم العجينة يعني للخبز الجاهز هلأ العجينة عندنا هون شوفوا أنا زي ما حكت لكم استخدمت ثلاث أكواب إن شاء الله لكن ارتفعت وخمرت معنا كتير منيح رح تعطينا مقدار إن شاء الله منيح رح أجمع العجينة على شكل قرس واحد وهون في عنا طريقتين للتشكيل في البداية هون بحط مسحة بسيطة أو رشة خفيفة يعني من لطحين وبقطع العجينة لكرتين متساويات الكرة الثانية برجع أغطيها لحتى ما أخلص من المجموع الكرة الأولى هلأ بحاول أفرد العجينة بالشوبك زي ما أنتوا شايفين وبسماكة معقولة يعني ما بديها تكون رقيقة جدا شوفوا كيف السمك اللي رح يطلع معنا هلأ يعني على كل قطر الدائرة اللي عندي تقريبا اعملت سمك العجينة وهيك العجينة صارت معنا جاهزة للتقطيع بالنسبة للتقطيع ممكن تستخدمي القطاعات أو أي شكل أنت بدك إياه أنا هون في البداية حضرت الصينية فردت عليها ورقة زبدة بالنسبة للقطاعة هون أنا استخدمت غطاية بريق الشاي لأنه هي كانت أكبر حجمها من حجم القطاعة عملتهم دوائر طبعا في كل مرة كونوا حطوا الغطاية بالتحين حتى ما تلتسق العجينة بنرفع الأقراص سيما أنتوا شايفين ما شاء الله شوفوا كيف حجمهم بنبدأ بتوزيع اللحمة على العجين ونحاول نفردها لنوصلها لكل الأطراف وهون حطوا كمية كتير منيحة لأنه اللحمة رح ت يعني حجمها بعد ما تستوي رح تصغر والضب فعشان هيك حطوا كمية منيحة يعني أنا عمالي بحط ملعقتين زي ما أنتوا شايفين جبل على العجين حتى تلتسق منيح وضلها تابتة بعد ما نخبزها بالفرن ممكن بعد ما نقرسها ونشكلها برضو نزيد هلأ ممكن نعمل لها أطراف وممكن نتخلوها بدون مفتوحة لكن هذا الشكل يمكن بطلع أحلى شوفوا كيف نقرسها ونعمل لها شكل وحواف وهون بنبلش ندخل اللحمة جوا القرس ونضغط عليها حتى تمسك أكتر في العجينة شوفوا هالأشكال تلعت ما شاء الله ما أحلاها صورة بسيطة وسريعة أعطتنا هاي الحركة شكل أرتب من الشكل العادي كمل الخطوة لكل الأقراص اللي تلعت معنا شوفوا ما شاء الله شكلهم أعطتني كمية مليحة وبرضو كمان رح أعمل كمان سنية طبعا من ثلاث أكواب أطحين ما شاء الله بتعمل معكم تمنتعشر قطعة وممكن تعمل كمان ستة يعني أربع وعشرين قطعة عملت معنا ما شاء الله من الثلاث أكواب أطحين واستخدرنا فيها نص كيلو من اللحم هلأ القطعة الثانية من العجينة شوف كيف أنا عملتها لأربعة وكل واحدة عملتها لتنتين بنكورها وبنريحها شوي زي ما أنتوا شايفين بهاي الطريقة رح نغير طريقة التشكيل وإنتوا اختاروا أي أشكل لديكم إياه طبعا بالنسبة للصفيحة في كتير أشيال ممكن تفردي قطعة قطعة زي هيك يعني تفرديها بالشوبك أو باستخدام فرادة العجينة اللي كنت أستخدمها دايما أنا هلأ رح أستخدم طريقة تانية ابعدوهم بس عن الأطراف بنوزعهم بالصينية زي ما بدنا ونستخدم صحن الصحن يكون ملس من الأسفل زي ما أنتوا شايفين طبعا بنحطه باللطحين وبنحاول نعمل لها أطراف وبنوزع كتير منيح بالحركة هاي الدائرية حتى ما تعطيني أطراف للخبزة حتى نحشيها فيها ممكن إذا طلعت معك خميلة براس الأصبع تفرديها حتى تعمل إطار وتطلع مرتبة أكتر معك منحط فيها زي ما حكت لكم كمية منيحة من اللحمة حتى تكون متماسكة عن جد هالوصفة كتير سهلة يعني لو حتى مبتدئة بالنسبة للعجينة كتير مميزة وسهلة وما بدها شغل والنتيجة كتير رائعة والطعم يعني ما أوصف لكم ريحة السفيحة كيف طالعة من هاي الخلطة والتتبيلة كتير مميزة هون أنا عملت بيضة مع معلقة حليب سائل خفقتهم كتير منيح وبلشت أمسح الأطراف حتى تعطيني لون التحمير أحلى بعد الخبز وهيك صارت جاهزة إنه أدخلها على الفرن بالنسبة للفرن طبعا الخبز رح يكون من تحت بدها حرارة عالية على متين حطيت الشبك على الرف السفلي وبعد ما استوت من تحت بحمرها حتى تأخذ اللون شوفوا كيف طالعة مشاء الله يعني زي ما إنتوا شايفين التحمير كان من الأسفل والأعلى طالعة شكلها بتشهي ومنظرها كمان بشجع للتقديم ممكن على فكرة تحضر هاي الوصفة ليبردو تحطيهم تبروير تغطيهم بنايلون وحطيهم بالفريزر قبل بنصف ساعة ممكن تطلعهم يطلعوا بنفس النتيجة وكأنهم هلأ معمولين بتمنى إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم جربوها بنفس الطريقة وحكولي شرائكم فيها يسعد كل أوقاتكم شكراً لكم على حسن المتابعة أهلا وسهلا فيكم بتمنى إن شاء الله هالفيديو يعني تنشروا وتشاركوا مع معارفكم وأصدقائكم وتضغطوا على زر الإعجاب لو أعجبكم وأهلا وسهلا فيكم ترجمة نانسي قنقر